استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام في حال إجراء الانتخابات بموعدها وعقل الصفار أن الموازنة تعتمد على الوضع السياسي وسيكون الخيار البديل المحتمل هو العمل بنظام واحد على 12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021 وأضاف أن ذلك يعود إلى توقيتات الزمنية الحقيقية وأن تخدم الموازنة وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها أربعة أشهر في الأقل ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات ومن ثم تتشكل الحكومة والحكومة الجديدة